2020 السادسة والسبع دقائق 2750 ماطن من نترات الأمونيوم 178 جهيدا 30 مفقودا 5000 جريح 300 ألف بلا مأوى صفر إدانة فمن يحاسب مساء الخير تغطى النهار بعيون تشبه قلب النهار رالف ملاحي أحد الأبطال العشرة من طاقم الدفاع المدني الذين ذهبوا ميناء بيروت بأجسادهم فذهبوا فرق إهمال وفساد وجريمة نووية جال جثمان ملاحي اليوم على أحياء كان يطفئ نارها فانطفأ قلبها على غيابه وشيعته مرفوعا روحا وجسدا في يوم انتقال السيد العذراء بالروح والجسد وكان ملاحي نجمة علقت على كل كتف ويد وخد شارك في مراسم وداعه وسبت التشيع حجز له موعدا مع شهادة جديدة لابن بلدة البابلي فروة حطيط الذي قضى في أثناء خدمته بانفجار مرفأ بيروت ولعائلتين ضحيتين ملاحي وحطيط الذين اجتمعا على شهادة واحدة كل العزاء كما كل الاعتذار عن أي حالات غضب وكلمات عدت مسيئة في أثناء البث المباشر على قناة الجديد والتي لا تمثل خط احترام ثابتا تنتهجه المؤسسة ولا تسمح بتحويل هوائها إلى منبر للشتائم ومن دون إخفال حق الناس في النقد ولكن الغاضبين منهم والمجرحين والمجرحين على حد سواء يريدون معرفة قاتل المدينة وجارح سكانها ومشوه عمرانها فمن بين رفع المسئوليات التي انهالت على اللبنانين منذ الرابع من آب لم يتحمل مسئول واحد فعلته وراحت التصريحات توزع نفيا ملكية وصلاحية ومسئولية ومع تجهيل الفاعل تاريخه فإن الجديد تولت منذ أول العصف مهام الكشف عن الأدوار من العنابر الجمهورية إلى العنابر السياسية واليوم نسأل ماذا عن العنبر الأمني السياسي الذي يمثله مجلس الدفاع الأعلى خلال أيام سابقة لفتنا إلى أن بند نترات الأمونيوم في مرفأ بيروت جرى استبعاده من جلسة مجلس الدفاع وسقط ليس سهوا فثمت من عده بند غير ذي صفة عاجلة ولا يستحق الأهمية لكون المواد مخزنة في المرفأ منذ عام 2013 ولا تحتاج إلا إلى حراسة قضائية وإحكام الأبواب المهترئة حذف البند عن جدول الأعمال من دون معرفة الوزراء المعنيين وقادة الأجهزة الأعضاء ولم يبلغوا أن مادة شديدة الخطر قد وردت في كتاب لجهاز أمن الدولة الذي حذر من أن تفجيرها سيؤدي إلى دمار مرفأ بيروت على نحو كامل وفي تعقب الفاعل يتضح أن الأمين العام للمجلس الأعلى اللواء محمود الأسمر هو الصاعق الذي عطل طرح البند وسحبه من جدول أعمال المجلس لينفجر على المرفأ واستلحاقا لكن بعد ارتكاب الآثام وفوات الأوان راح اللواء الأسمر يفرز تحذيرات أمنية ويوزع كتبا على المرجعيات تنظر بوقوع تفجيرات في عدد من المناطق لكن من سيقول اللواء المتأخر وقف أسمر من سيقوم باستدعائه للتحقيق وسؤاله عن إخفاء حقيقة بحجم دمار بيروت وعن سبب نصحه لرئيس الحكومة المستقيل حسان دياب لصرف النظر عن زيارة المرفأ ومعاينة المخزون المتفجر والجديد ستفعل وتسأل خلال هذه النشرة لتفتح بعد الأخبار الصندوق الخشبي الأسود داخل العنبر رقم 12 في مرفأ بيروت مع الزميلين رياض بيسي وليال أبو موسى وسنعرض صورا حصرية للعنبر المميت ومستندات وزارتي الأشغال والمالية والجمارك وهيئة القضايا ترجمة نانسي قنقر